دكتور رايف والكلام اللي قاله دكتور رضا مهم جدا مسألة انه المعارضة بدلا من ان تقف خارج المشهد اختارت ان تكون جزء لا يتجزق من المشهد السياسي المصري بمعاركه الانتخابية الى اي مدى ده ممكن يساهم في وقت من الاوقات وانا دخل على مشهد انتخابي جديد لأجل البرلمان في 2025 نهاية 25 ثم مشهد رئاسي ايضا في 2030 يعني انا هرجع اكد ان الدعوة المبكرة اللي دعا لها السيد الرئيس في افطار الاسرة المصرية لاجراء الحوار الوطني انا اعتقد ان ده كانت ضربة معلم لان الحقيقة الحضور اللي احنا شفناه اسناء الحوار الوطني من مختلف الاطياف مش بس الاحزاب على فكرة احزاب وشخصيات سياسية وشخصيات عامة ومش بس تناول الشق السياسي انما كان ايضا الشق الاقتصادي والشق الاقتماعي كل ده ساعد على وجود حقيقي مساحات وساعد على تبادل رؤى ما بين القوى السياسية خلت يعني ولدت نوع من التقارب ونوع من الاحساس بالمسئولية تجاه الدولة المصرية تجاه بيتنا الكبير فانا بتصور الحالة اللي احنا عايشينها سواء من احزاب المعارضة اللي يعني بتتسم او بتصف نفسها بالمعارضة او حتى الاحزاب الموالية الكل النهاردة بيضع بيته الكبير في امام عينيه امام مسئولياته امام احساسه ان المشاركة والعمل الجاد في هذه المرحلة حيأسس الى حياة سياسية جديدة احنا كنا كلنا بنطمح لها الحقيقة ومفتقدنا لان برضو للأسف يعني بيغيب على ناس كتير ان رؤية الدولة برضو مبكرا كانت هي بداية الاستقرار بداية تحقيق الامن بداية تحقيق الامان التنمية المشروعات اللي كانت الدولة محتاجها في وقت من الاوقات كل ده كان لابد انه يتم بالتدرج عشان نصل الى مرحلة الديمقراطية الحقيقية اللي هي الدولة المدنية الحديثة اللي احنا كلنا بنبحث عنها فانا بتصور ان احزاب المعارضة طبعا وجودها حيسري لان اختلاف الرأي دائما يسري اي افكار مطروحة سواء في نواحي سياسية او غير سياسية طبعا وجودها